بنقول لقدست البابا كل سنة وهو طيب عيد ميلاد قدست البابا 4 نوفمبر وايضا كمان التسكرل 12 للقرعة الهيكلية اللي كان تم اختيار البابا توادرس فيها ليكون الباتريارك للكنيسة الابطية الارثوزوكسية والقرعة الهيكلية لاختيار قدست البابا توادرس كانت يوم 4 نوفمبر 2012 بنهنئ الاب والراعي الامين على كنيسة الله طبعا بيحملنا ويحتملنا قدست البابا توادرس الثاني حلو حتى في التهنئة يعني اختيار الكلمات ايضا يحملنا ويحتملنا بنهنئ قدست البابا توادرس الثاني بمناسبة تسكر زهور القرعة الهيكلية 4 نوفمبر 2012 ودلوقتي 4 نوفمبر 2024 سائلين الهنا الكدوس ان يحفظ حياته ويمتعه بالنعمة والقوة ليرعى رعاية المسيح بامانة وبر وايضا طبعا بنقوله كل سنة وقدسته طيب الحادث بقى الصعب الحقيقة كان يعني قضى عامين فقط في الكهنوت توفق القصة دميان سمير إسرى حادث أليم أعلن متحدث الاعلامي الرسمي لإبرشية نجادة وجوز وفاة القصة دميان سمير زخاري كهن كليسة ماريمينة بالزويدة إسرى حادث أليم وقال المتحدث باسم إبرشية نجادة وجوز في بيان انه انتقل صباح اليوم الاثنين إسرى حادث أليم القصة دميان سمير زخاري كهن كليسة ماريمينة بالزويدة ومترانية نجادة وجوزة وتابع القصة دميان من موليد 1-3-1977 سوي مكاهن في 4-3-2023 وانتقل إلى الفردوس صوح اليوم الـ 2-4 نوفمبر 20-24 إسا لوقت وأعلن أنه صلاة تقام بالمترانية نجادة عقب انتهاء الإجراءات القانونية بنعزي كل أسرته وكل محبي وقع غريبة حصلت في مطار القاهرة جوي روماني كانت فازت بجائزة جائزة مالية بالنسبة لبطولة العرب للشاترانج وهي جاية بعد ما استلمت الجائزة دي الجائزة تسرقت منها في المطار في المطار حاجة غريبة جدا جدا أنا تسألت يا جماعة طبعو ما فيش طيب في أي حد تتكلم عن أنه مثلا في تفريغ كاميرات في أي حاجة حاجة غريبة جدا أعلنت لعبة الشاترانج جوي روماني سرقت الجائزة المالية لبطولة العرب والتي حصلت عليها وقالت الأسف الشديد بعد التوفيق في بطولة العرب والحصول على المركز الأول تحت عشرين عام بسبب خطأ بسيط تم سرقة الجائزة المالية في المطار وتابعت الرب عطا والرب أخذ الحمد لله على كل حال دعوتكم في القادم كان المنتخب طبعا المصري للشاترانج كان حصد المركز الأول في الترتيب العام بمنافسات البطولة العربية للناشئين والتي أقيمت في تونس بإجمالي 14 ميداليا متنوعة واحتكر منتخب الفراعين اللي الناشئين في حصد أربعة ميداليات زهبية وستة فضية واثنين برونزية والميداليا الزهبية ست ميداليات طبعا وجاءت الميداليا الزهبية من نصيب عبد الرحمن سامح وفريد تامر ومينة واقل وإياد طارق وجوي روماني ورغد علي المهم إنه الحقيقة يعني الموضوع كان يعني كمله برضو باقي الميداليات بس الموضوع زي ما قلت لحضراتكم ما كانش فيه يعني تفاصيل طب نفهم يا جماعة طيب إزاي تسرقت وإزاي حصل كده لكن وضع الحقيقة مؤسف جدا وجوي سلمت بلا حصل يعني بإنه الرب أعطى والرب أخد معلش يا جوي ألف مبروك كفية الناس كلها عارفت إن انت حصدت ميداليا من الفيلم راكز الأولى اتكلمنا عن طبعا الفيلم رفعت عيني للسماء اتكلمنا كتير عنه قد إن تم تكريمه في عدة مهرجانات حول العالم مهرجان طبعا الأول فرنسا بعد كده مهرجان كان في فرنسا وبعدين مهرجانات أخرى تتبعت المهرجانات حتى شيكاغ وبعدها كان مهرجان الجونة وتم العرض طبعا الفيلم في كل هذه المهرجانات وأشاد وكان هناك إشادة كبيرة جدا حاليا بقى خلاص الانتظار والناس كلها المنتظرة تشوف الفيلم اللي كان عليه هذه الدجة وهذا الكلام الجميل والإشادة هيكون عرضه إن شاء الله 6 نوفمبر يعني هيكون يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله في جميع دور العرض دفنا دعوكم طبعا لتشجيع الفيلم والفيلم فعلا بشهادة كل اللي شافوه قد إيه فعلا إن كان فيلم جميل وقصة بتتكلم عن معاناة الفتيات في صعيد مصر الشركة المنتجة لفيلم رفعت عيني للسماء طرحت الإعلان الرسمي للعمل المقرر طرحه الأربعاء القادم في السينمات وتدور إحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات الشجاعات التي يكررنا تأسيس فرقة مصرحية وعرض مصرحياتهن المستوحى من الفلكلور الشعب السعيدي وتملأ الفتيات شوارع قريةهن الصغيرة بالشغف والمرح والغناء والرقص بينما يحلمنا بأن يصبحنا نجمات مشهورات بالرغم من كل التحديات يعطي الفيلم صوتا مسموعا لهذا الجيل الجديد من الشباب المصري ويعطي له نافذة من التعبير عن أحلامه ومستقبله رفعت عيني للسماء إخراج نادرياض عفوا أيمان الأمير وبطولة فريق مصرح بانوراما برشا من قرية البرشا التابعة لمدينة ملوي محافظة ألمينيا وبنتمنى بقى نشوف أراءكم إن شاء الله على الفيلم في مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر